المثلث الذي يربط العاصمة صنعاء والجوفة ومأرب ملتهب بالمعارك فاستعادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جبل القرواد والكولة أولى تلال السلسلة الجبلية في فرضة نهم يؤكد أن المعركة تقترب من صنعاء شيئا فشيئ مصدر في المقاومة أكد أن الجيش والمقاومة بعد أن تمكن من السيطرة على جبال القرواد واصلوا إلى قرية آل الأقرع في الجهات الجنوبية للفرضة أما من الجهة الجنوبية الشرقية وصل الجيش الوطني إلى منطقة الجحدر وتفصلها مسافة بسيطة عن نقطة الفرضة التي لا تزال بيد الميليشيا مسرح العمليات مستمر بالتوسع في هذه المناطق إذن وبعد تأخر المقاومة حسم معركة مفرق الجوف عادت واتجهت شمالا حتى أحكمت سيطرتها على وادي الخانق وقرانهم بينها قرية آل خريس وهي إحدى المناطق التي كانت تشكل ممرا حيويا لجماعة الحوثي باتجاه جبل الصلب بينما تفضل المقاومة الاتجاه شمالا أكثر لقطع الطريق بين منطقة بني حشيش في العاصمة صنعاء وحريب القراميش وهذه آخر نقطة في محافظة مأرب وتمثل شريانة إمداد للجماعة الإنقلابية المناطق التي استعادها الجيش شهدت قتالا شرسا سقط فيها نحو عشرة من أفراده حسب مصادر فيما لم تتسنى معرفة عدد قتل الميليشيا بينما تمكن الجيش من أسر عدد من جماعة الحوثي تأخذ أهمية هذه المعركة من أهمية المواقع الجغرافية لهذه المناطق أبرزها فرضة نهم كونها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء من الجهة الجنوبية والمتصلة أيضا بمفرق الجو في شرقان وتهدف السيطرة على هذه السلسلة الاستراتيجية التقدم نحو مناطق أخرى كقرية مسورة التي تلي فرضة للوصول إلى منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء في غضون ذلك سيطرت المقاومة الشعبية ووحدات من الجيش الوطني على جبل بردة القريب من جبال العقبة التي تربط بين مديرية الحزم عاصمة الجوف ومديرية خب الشعف مصادر قبلية ذكرت لقناة بلقيس أن اللواء 101 تمكن من السيطرة على جبال بردة وواصل التقدم نحو جبال صبرين التي تشكل أهمية لقطع الطريق على ميليشيا الحوث وقوات الرئيس المخلوع باتجاه العقبة جبال العقبة هي الأخرى تعد منطقة فاصلة بين مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف ومديرية خب الشعف التي يقول الجيش والمقاومة إنهم يتقدمون فيها كما سيطروا على منطقة سوق الثلث الاستراتيجي الواقع على الطريق الدولي الرابط مع المملكة العربية السعودية